لين اقول لحضراتكم واحدة من الحاجات الجديدة او الاضافات انا مش عارف طبعا التكنولوجيا والAI او الزكاء الاصطناعي هياخدنا ويروح على فين لكن صحيفة الدالي مال في انجلترا قالت انه الفيفا وافق او رادي على وافق بالفعل يعني على انه يدخل واحدة من احدى استقنات الزكاء الاصطناعي في مجال كورت القدم وتحديدا الاضافة اللي هتحصل على احزاية كورت القدم عشان يتم استخدامها في المطشط الرسمية واوضحت انه زي ما حضراتكم شايفين في الصورة الجهاز اللي هيتركب هو اسمه جهاز تتبع الاطراف السفلية ده ترجمة الحرفية اللي مسمى بتاعه هيتلبس في مطشط الكورة في احزاية اللاعبين والجهاز ده بيشتغل على قصة التراكينج انه هو بيشتغل طبعا بتقنية الزكاء الاصطناعي وبيمكن من خلاله انه يربط نشاط تحركات اللاعبين من الاقدام احنا عندنا اجهزة زي دي موجودة على الجزء العلوي تركب فيه الصدر والدهر في العادة كورة القدم بتدي مجموعة من البيانات اللي بيخلالها محللين الاداء يقدروا يعرفوا المستوى البدني مستوى السرعة مستوى الانطلاق مستوى الجهد حاجات دي كلها لكن الجهاز الجديد ده هيكون اكتر دقة بيشوف او بيقرأ وقت الاستحواز على الكرة فاسناء فترة المباراة قد ايه معدلات التوازن قد ايه قصة تغيير للتجاهات مش ممكن تقسها من فوق لازم لازم من اسفل القدم ازاي بتقدر تغيير اتجاهاتك القدرات البدنية كل ده هيمس النقلة نوعية احنا بنتكلم طبعا على طفارات حصلت فيه مستوى اليقى البدنية ومستوى الممارسة والجيل الحالي بيوصل لارقام في النواحي البدنية يمكن اجيال كتيرة منها طبعا اسماء عظيمة ما كانش ممكن توصل لها لكن ده بيأكد لك على انه كل حاجة في الدنيا مشى بالعلم حتى الرياضة تعتمد بشكل اساسي على الارقام على البيانات على العلم بشكل اساسي وبشكل رئيسي